الموضوع دينا اللي هواكي تتعلق بالإجراءات ديال الوزارة التاخلية من أجل مكافحة التأثير ديال الجافاف وليش نحنا بالنسبة لنا في مدينة المراكش كان عبارة عن إغلاق الحمامات الشعبية احنا طا نعرفوا الحمامات الشعبية شكل كيمشي لها وشكل فئة اللي كتشتغل فيها يعني ما كتجي كتلقى مثلاً حمام ديال العيالات كتلقى فيه ثمانية العيالات خدامي لي وما الثمانية الأوسار الأوسارلية أصلاً محتاجة فئات هشة واللي فئات اللي سبق لها أصلاً عانت مع كورونا وعانت من الإغلاق عانت يعني أوسارلية أصلاً كتعاني من اللي كان نشوفوا حنا هذا القارار كان نعرفوا فهذا أصلاً بأن الحمامات أغلبية جالها ديرها البيار المال اللي كتستهلك جال الوكالة كيكون غير المال شرب الزبائن اللي ما جالها من كان نضروع الحمام في المدينة القديمة يعني أنا شخصياً لا أظن أنه عنده علاقة بلانة بضول اللي كان نشربه منه حنا لا علاقة له بالآبار الأرض وازية اللي كانت تحفر لا علاقة له في حين نحن نشوف المشكلة الحقيقية اللي كان عانيه منه في مراكش مراكش كم جينت حداعق كم جينت ملاعب غولف كم جينت منتزهات كاي لأقل منها مثلاً قد دخلنا غير لجوجل غتشوف المسابح غتشوف جميع الفيلات المجهازة في المسابح مش هد الناس ما عليهم ما عندهم مش مكافحة أطار الجافاف نحن ندره أولاً ندره على الأمن المائي نحن نعرف الحروب المستقبلية هي حروب الماء نحن نحاول نواجهو هذه الحروب الماء بمحطة تحليات مياه البحر وهي مشاريع نجحت فيها دول كقطر كالكويت كالسعودية اللي غادية 60 بالميمليستيلاك وغادية دابل 80 بالمياه يعني نحن ندره له لمدينتنا لن ندره على السياسة الأمن المائي وعندها احصائية في جميع التقوب المائية الغير مرخاصة. واش هي عرفة اللي حتى انحنا كامن احتاجنا حسبانيت وحسباش حمل بيركاين. الى ما معرفنش. نجيبوا معهم احنا دورها في الحوز نجيبوا معهم ندورها في السلطان نجيبوا معهم دورها في اقافين. الى ما معرفنش نوريهم. وكين اللي يوريهم وكين اللي يوريهم. نشوفوه معاشوا يعني احنا باش نرجع للمشكلنا. اللي هو الحقيقي والاصلي. كي قلنا احنا كهيا حرب. دولة وجهتها اه محطة مكافحة. محطة مياه البحر. شتنا محطة تخلا. محطة تسفيه دبا. محطة جديدة. محطة جديدة احنا كمرصد. سبق المنسيقين من المرصد. كان اه ميلود اسمين. سبق له سجل فيديويات من تمكس سدود ليناشفاء. وسبق له سجل فيديويات من المين تاقافين خصصاتكم. محطة تحليات البحر. يعني هذه الجهود الجبارة هي خاصة امكانيات المادية الى الدولة. كتوفر امكانيات المادية فهي خاصة تلجع الخواص ايضا. والخواص المعنيين بالماء. هناك نزع الخواص المعنيين بالماء. يعني ما تقول مثلا على شركات المسروبات الكوحولية. البرارة هي 90% ما. يلاحظنا احنا مثلا احصائيات الرسمية. احنا ما نضروش على النمار. الاحصائيات الرسمية كان نقوله مؤخرا اتبعت اه كانت مئة مليون هيكتوليتر ديال الماء. ديال البرارة هي 90% ديال الماء. يعني نضروف وعد مئتين وسبعين اه كانت نضروف ارقام كبيرة. هذي الناس عاد نزيد علم شركات المسروبات الغازية وكل اي مواطنة كيعرف شركة مشروبات الغازية. شحالك تربح. شركة تعجين المياه. شركة تعليم المياه. المياه سواء لغازية او اه المائدة او كيعرفون الناس كيعرفوا هات شركات شحالك تربح. لان اصلا هات الشركة منتشعر شركة مشروبات الكوحولية شحالser في المغرب. كان ممكن ان ما كدفوتش وعد الالف وثلتمية. وهات الالف وثلتمية هي الناس ديال هز حط ديال من غير ان هاتك تعتمد على شركة توزيع. يعني تتوزيع ما كنت تكلبش به. لانها هي ختمة بليزوطومات. يعني هاد النوع الاقتصاد ختم بليزوطومات ما عندوش مرضوديا على اليد العاملة ما عندوش مرضوديا اقتصادية من غير المداخل اللي موهويلة اللي كيربحو. اذا علاش هاد الناس هاد المداخل اللي موهويلة. ما يعني المشرع يدير لهم قانون. باش يكونوا ملزامين. يساهموا. يا اما هو ما يتحلوا بالروح الوطنية. ويعرفوا بان لو قاعد الازمار او ما اول وحدين معنين بهذا الازمة. او يساهموا. هذه الحلو اللي خاصة تكون ماشي. نطرحوا في الحيط القصير اللي هو الحمام تحت الصمعاء على اللقاء الحج.